يقول طارق أن عائلته توارثت حرفة صناعة الحلي التقليدية أباً عن جد بدأ الحرفة في سن مبكرة برفقة عمه وأبدع في تطوير هذا التراث التقليدي الذي تشتهر به قرية آثين في منطقة القبائل الكبرى عائلتي تمتهن هذه الحرفة منذ عقود أنا شخصياً جربت العمل في ميادين أخرى فلم تعجبني ولكن لما جربت صناعة الحلي أحببتها وتعلمتها بسرعة وتمكنت حتى من إضفاء لمسة الخاصة في هذه الحرفة كانت تعرف قرية آثين والقرى المجاورة لها بصناعة الأسلحة والدروع في مطلع القرن السادس عشر وبعد الاستقرار الأمني الذي شهدته المنطقة تخلى السكان المحليون عن صناعة الأسلحة وبدأوا في صناعة الحلي الفضية بدأت صناعة الحلي هنا مع قيام إمارة كوكو التي استقرت في المنطقة وبدأت كل العائلات تهتم بهذه الحرفة والجميع هنا عمل على تطويرها عرفت صناعة الحلي الفضية ركوداً لسنوات عديدة بسبب غزو المجوهرات المقلدة الأسواق المحلية وعزوف الشباب عن الصناعة التقليدية إلا أنها عادت إلى الواجهة في الفترة الأخيرة بسبب التنوع والتحديث لهذا النوع من المجوهرات كانت التصاميم سابقاً تقليدية جداً بدون زخرفة وبدون تنوع في الألوان كهذا التصميم مثلاً أما الآن فنحن نستعمل الكثير من الألوان وحتى التصاميم صارت أكثر تعقيداً وأكثر حداثة لتشمل كل الأذواق يتمنى طارق أن يسير أولاده على خطاه ويعمل على الحفاظ على هذا الموروث الثقافية الذي يعكس هوية القرية التي يعيشون فيها على حد تعبيره طالما كانت هذه الحرفة تمثل شغفاً بالنسبة إلي أما بالنسبة لأولادي فقد يريدون العمل في مجال آخر أو مواصلة دراساتهم العليا وسأدعمهم لتحقيق ذلك لكنني أحبذ أن يهتموا بحرفة الأجداد حتى لا تندث تعرف قرية آثيني أو بنييني باللغة العربية الواقعة في أعالي جبال جرجرة بعاصمة الفضة الجزائرية كونها تجمع أكبر عدد من حرفي صناعة الفضة في منطقة القبائل التي تحتضن سنوياً مهرجانات وطنية لهذه الصناعة التقليدية ترجمة نانسي قنقر